موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في اللقاء الماضي طرحت مسألة طرحت قضية في صياغة العقل المسلم وطلب بعض الإخوة أن أفصلها أكثر قلت في اللقاء الماضي أيها الإخوة الأحباب أن الله تبارك وتعالى حرم القتال أو منع القتال في مكة لأسباب الأسباب هذه التي ذكرناها أو الحكم التي ذكرناها هي أمور اجتهادية وقلنا في نهاية الحلقة أن الله تبارك وتعالى نهى رسوله ونهى الصحابة أن يسبوا آلهة المشركين وقلنا في نهاية الحلقة أن الله تبارك وتعالى يصيغ ويصنع ويربي المسلمين على حسن التفكير وحسن النظر أيها الإخوة الأحباب الله تبارك وتعالى لم يعطي حرمة لأوثان المشركين لا حرمة لهم أصنام المشركين لا قيمة لها لا عند الله عز وجل ولا عند عقلاء البشر ناهيك عن المؤمنين حجر يصاغ منها وثن ويسجد له ويركع هذا لا قيمة له ولكن أيها الإخوة الأحباب وقع النهي عن سب آلهة المشركين أو أوثانهم لأنها تعلقت بأمر أو بفساد آخر أكبر بمفسدة كبرى جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك فلما أصبح سب أوثان المشركين يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى هنا وقع النهي لا لأن سب الآلهة في حد ذاته ممنوع لكن لأنه تعلق بمفسدة أخرى أصبح مآله إلى أمر آخر ولذلك أيها الأحباب القرآن الكريم يعلمنا كيف نفكر يعلم المسلمين أنهم حين يتعلقوا حين تتصرف تصرفاً يؤدي في النهاية إلى مفسدة أكبر فتركه أولى أيها الإخوة الكرام الذكي والعاقل ليس هو ذلك الذي يفرق بين المفسدة والمصلحة هذه كل الناس يحسنها التفريق بين المفسدة والمصلحة ولكن أذكى الناس وأعقل الناس هو ذلكم الرجل الذي يفرق بين المفسدتين بين مفسدة صغرى ومفسدة كبرى فيحتمل المفسدة الصغرى من أجل درء والابتعاد عن المفسدة الكبرى هذا هو عين الفقه وهذا هو عين الإدراك والفهم أيها الإخوة الأحباب كنا ذكرنا قصة موسى مع الخضر عليهم السلام كيف أن الخضر لما ركب السفينة خرقها يرتكب مفسدة سيدنا موسى رأى هذه المفسدة التي وقعت من أول وهلة قال أخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ هذا أمر مستنكر لا يمكن القبول به كيف أنك خلقت هذه السفينة سيدنا الخضر بعد ذلك بما علمه رب العالمين بما أوحى إليه رب العالمين قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ما قاش أن أفسدها أو أن أغرقها أو أن أكسرها جعل فيها مجرد عيب لا يؤثر على مسار أو على أن السفينة تسير في البحر لا مجرد عيب فيها علاش مفسدة صغرى اللي هو العيب الذي في السفينة اللي صنعها الخضر من أجل درء مفسدة كبرى اشتهى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة في قراءة أخرى يأخذ كل سفينة صالحة غصبة إذن القرآن الكريم بهذه القصة وبغيرها من القصص يعلم المسلمين كيف يكون لهم فقه في الموازنات وإدراك أو محاولة لإدراك المآلات مآلات الأفعال حتى يبنوا على هذه الأفعال أحكاما أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أسلم طبعا جاء عكرمة بن أبي جهل وكان يوشك على ركوب السفينة فارا إلى أرض الحبشة لحقته زوجته ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوشك أن يطلع عليكم عكرمة فقال عليه الصلاة والسلام فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحية ولا يصل إلى الميت واش هي الفائدة أن الصحابة يلعن والله يسب أبو جهل أمام ابنه واش هي الفائدة رغم أن سبه في حد ذاته الفعل لا إنكار عليه سب المشركين واش من إنكار خاصة أولئك الطغاة الذين عذبوا المسلمين واضطهدوهم ولكن لما أصبح سبه يقول إلى إيذاء ابنه المسلم لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه وجاء في الأثر ملعون من سب أباه قالوا كيف يسب الرجل أباه يا رسول الله قال أن يسب الرجل أبى الرجل أو والد الرجل فالثاني هذا يسب أباك وبالتالي تكون أنت قد تسببت في سب أبيك إذن دائما يجب النظر إلى مآلات الأفعال ويجب النظر في موازنة المفاسد مع بعضها موازنة الشرور مع بعضها أما المصالح والمفاسد فهذه كل الناس يحسن الموازنة بينها أيها الأحباب قلت لكم أن القرآن الكريم جاء لصياغة الشخصية المسلمة صياغة تامة بالله عليكم من أقوى ما في شخصية الإنسان عقله والقرآن الكريم جاء ليصوغ العقل ويصوغ النفس ويصوغ القلب ويحافظ على الجسد بتحريم كل ما يؤذيه وما يضره كيف كان القرآن الكريم يصوغ عقل المسلم قلت لكم كان يربي فيه على أو يدربه على مسألة الموازنات كان أمور أخرى من بينها أن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التفكير الجاد إلى التفكير الذي ينبني عليه عمل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة أكمل رسول الله حديثا ثم التفت إليه من السائل؟ قال أنا يا رسول الله قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله الذي لا ينبني عليه كثير فائدة متى الساعة؟ واش همك أنت متى الساعة؟ الذي يهمك ماذا أعددت لها؟ فالقرآن الكريم يريد من المسلم أن يستعمل عقله فيما يفيد وفي المجال الذي يستطيعه ولذلك جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في عظمة الله ولا تفكروا في ذاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمرنا رسول الله أن نتفكر في آيات الله عز وجل ولا نتفكر في ذاته لماذا أيها الأخوة والأحباب؟ لأنك إن أقحمت عقلك القاصر المحدود في مجال تفكير لا يستطيعه وليست له الوسائل التي يخوض بها في هذا المجال تكون قد أتعبته وأنهكته ولا يصل إلى نتيجة ومن هنا ظلت كثير من الفرق كالمعتزلة وغيرها الذين أقحموا عقولهم المحدودة القاصرة في مجالات تفكير ليس العقل البشري مهيئا لها أنت عندما تفكر في قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم أنت عندما تفكر في كيف كيف يد الله هذه هل عند عقلك الوسائل التي تدرك بها الكيف والكنه يكفيك أنك تؤمن بها أن لله يدا أو أيد يفعل بها ما يشاء كيف عقلك لا يستطيع الدخول في هذه المتهات ومن هنا ظلت هذه الفرق عندما أقحمت العقل المحدود القاصر لكن مجالات العقل البشري كثيرة جدا من بينها أن القرآن أمرنا أن نتدبر في السنن والقوانين التي تحكم حركة الأفلاك والأكوان وحركة المجتمعات الله تعالى يخبرنا أن ثمة سنن كثيرة قد خلت في الذين من قبلنا قوانين خضعت لها حركة الناس وحركة المجتمعات عبر التاريخ وهذه القوانين جعلها الله ثابتة لا تتغير ولا تتحول ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل أمرنا ربنا أن نقرأ هذه السنن وهذا أجمل ما في قراءة التاريخ وهذا أكبر وأعظم ما في قراءة التاريخ أن نرى سنن الله في حركة المجتمعات لا لنبني عليها حركتنا لا نقع في المحضورات فنصطدم بالنتائج الكارثية التي حدثت للذين من قبلنا إذن قراءة السنن والتدريب على قراءة السنن هذا من أمر الله تبارك وتعالى لرسوله و لأصحابه أن يقرأوا و لأصحاب رسوله أن يحسنوا قراءة السنن سنن الكون وسنن التاريخ ذكرت لكم سنن التاريخ سنن الكون أرجئها إلى لقاء مقبل بإذن الله إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة